السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم محمد قيس عبدالغني خبير اسواق المال في فقرة التحديث الصباحي لتحركات الذهب الفنية على المدى القصير ليوم الجمعة الموافقة السادس عشر من اغسطس من العام الفين واربعة وعشرين اذا اخواني العزاء نشاهد الذهب وعلى المدى القصير وعلى فريم الخمسة عشر دقيقة بالتحديد لا يزال يتداول بشكل عرضي محصور في ذات القناة العرضية المظللة امامكم على الرسم البياني والمحصورة ما بين مستوى الالفين واربعمائة وخمسة واربعون دولار والفين واربعمائة وسبعون دولار مقابل الانصة الواحدة وحتى اللحظة اخواني العزاء نتوقع ان تستمر التحركات العرضية صعودا وهبوطا بداخل القناة العرضية حتى يتم كسر او اختراق احد اطراف القناة العرضية حينها سوف يحدد الذهب مسار واضح وصريح خلال الساعات القادمة اذا اخواني العزاء خلاصة القول نراقب مستويات الدعم والمقاومة للقناة العرضية والماثلة عند مستوى الدعم الفين واربعمائة وخمسة واربعون دولار ومستوى المقاومة الفين واربعمائة وسبعون دولار كسر او اختراق احد هذه المستويات بكسر او اختراق مستوفي الشروط والاحكام سوف يوضح المسار القادم للذهب اذا اخواني العزائلة هنا نكون قد انتهينا من هذه الفقرة اشكر لكم حسن المتابعة وتقبلوا مني اطيب التحيات وفي امان الله